ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة الغد ليلة خليل ليلة أهلا بك إلى أي مدى يعول بالفعل على زيارة البطريارك الماروني في تحريك جمود مساعي تشكيل الحكومة هذه الزيارة هي بداية أتت للتهنئة خاصة وأن الرئيس الجمهورية لم يحضر قدس عيد الميلاد وبالتالي هو تحرك أو زار البطريارك الماروني للتهنئة ولكن في زيارته اقترح البطريارك الماروني أن يلتقي أو أن يجمع البطريارك الماروني الرئيس الحريري مع الرئيس عون هذه المبادرة هي ليست الأولى من نوعها نذكر بأن البطريارك الماروني قام وبدأ بممدرته قبل عيد الميلاد عندما زار رئيس الجمهورية واجتمع تاليا زاره الرئيس سعد الحريري في مقر البطريارك المارونية ومن ثم نتج عن ذلك زيارتين متتاليتين للرئيس الحريري إلى رئاسة الجمهورية وقدم على أساسها تشكيل من 18 وزيرا اليوم المهم ليس فقط أن يكون هناك اختراح بلقاء الرجلين الأوساط السياسية والصحفية التي تحدثنا إليها قالت أنه لا يوجد إشكال فيما يتعلق بلقاء الرئيس الحريري مع الرئيس عون بإمكان الرئيس الحريري أن يلتقي بالرئيس عون متى كان وفي أي مكان وفي أي زمان المشكلة هي ما سينتج هل سيكون هناك نتيجة لهذا اللقاء خاصة وأن الرئيس الحريري قدم تشكيلة لرئيس الجمهورية وحتى هذه الساعة رئيس الجمهورية لم يقدم أو لم يرد على هذه التشكيلة لم يعترض يقول بأنه هي مرفوضة أو مقبولة إذن اليوم ليس المهم المبادرة بجمع الرجلين المهم اليوم أن يكون هناك نتيجة لجمع الرجلين ونذكر أيضا بأنه عندما قدم الرئيس الحريري تشكيلته إلى رئيس الجمهورية من ثم بعدها لم ينتج أي شيء سمعنا البيانات مما بين تيار المستقبل وبين تيار الوطني الحر وتبادل الاتهامات بين الطرفين بالتعطيل اليوم هناك العقد لا تزال عند حالها الثلث المعطل كيفية توزيع الحقائب هي العقد التي لا تزال موجودة حتى أن بعض الأوصال تقول بأنه لا يبدو أن الأطراف جميعها على استعداد للذهاب نحو تشكيل الحكومة وهي تتأنى بعض الشيء أقله ريثما يتسلم رسميا جو بايدن الرئاسة الأمريكية ليلى خليل مراسلتنا من بيروت شكرا على كل هذه المعلومات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة